تعد السلامة العامة هدفاً نبيلاً يعمل الدفاع المدني على تحقيقه وواجباً أمنياً ينهض به في الظروف كاف حفاظاً على الأرواح والممتلكات في يوم شرطة البحرين وفي إطار سياسة التواصل وتنفيذ مبدأ الشراكة المجتمعية التي انتهجتها وزارة الداخلية فقد أولت الإدارة العامة للدفاع المدني أهمية في تدريب وتأهيل منتسبيها في مجال إنقاذ الأرواح والحفاظ على الممتلكات وذلك من خلال الاستجابة والتدخل السريع فور وقوع الحوادث إن الإدارة العامة للدفاع المدني متمثلة في إدارة العمليات تغوم بتغطية البلغات عن طريق قرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة حيث أنها تغوم بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وعلى أتم الاستعداد والجاهزية والسرعة البديهية للتعامل مع الحريق باحترافية وسرعة مسبوغة عدد البلغات التي تم التعامل معها في قرفة العمليات 15500 بلغ طبعا عندنا بلغات التطهير اللي بيكون عددها 134 ألف بلغ لله الحمد دورنا الأساسي في جاحة كورونا لم يؤثر على سير العمل وطبيعة العمل في مراكز الدفاع المدني يواصل مكتب العلاقات العامة والتوعية بالإدارة العامة للدفاع المدني حملاته التوعوية والتثقيفية لجميع الأخوة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين طبعا الهدف من هذه المحاضرات توعية أكبر فئة من الناس في المملكة وخصوصا رباط المنازل لكن نظرا للظروف الاستثنائية التي تمار فيها مملكة البحرين من خلال فيروس كورونا يتم تقديم هذه المحاضرات التثقيفية عن طريق الاتصال المرئي لتوصيل الرسالة على أكمل وجه كذلك يقوم المكتب بالاتصال بجميع الأخوة المطوعين اللي تم إدراج أسمائهم عن طريق المنصة الوطنية للتطوع وذلك اللي تلقي التدريبات والمحاضرات العملية والنظرية في أمور التطهير والتعقيم اللي تقوم فيها مدرسة الدفاع المدني من خلال مدربين مختصين تقوم إدراج الدفاع المدني بإدارة الحالة والسلامة بحفظ الممتلكات والأوراح في مملكة البحرين الحبيبة تتم عن طريق فروع وأقسام الإدارة التي تقوم بعمليات عن طريق دراسة المخططات الهندسية والميكانيكية والعمل الميداني عن طريق التفتيش وفي ظل جائحة كورونا قامت الإدارة باستحداث طرق تتواكب مع هذه الظروف الاستثنائية عن طريق استقبال الطلبات إلكترونيا والقيام بعمليات التفتيش الافتراضي باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة دور بارز للإدارة العامة للدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة مهمة رئيسية يتم تنفيذها على مدار الساعة بل ويتم تكثيفها في ظل الظروف الطريقة الاستثنائية لمجتمع آمن وسليم مهمة رئيسية كورونا